لا تترك ايران قضية في المنطقة الا واستثمرتها لتحقيق مصالحها وتوسيع نطاق نفوذها عن طريق تحريك ميليشياتها وجعلها ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وامنية واقتصادية وبينما تخوض المقاومة في غزة حربا شرسة ضد الاحتلال الصهيوني تترك الاذرع الايرانية لانخراط الحقيقية في هذه المعركة بحسب شعاراتها وتتجه الى الاستعراض باطلاق الصواريخ والمسيرات على اهداف امريكية لا تغير في مسار الاحداث بقدر ما تعطي ايران موقفا اقوى للتفاوض وتحقيق المكاسب بحسب مراقبين الميليشيات في العراق اطلقت في الاونات الاخيرة عشرات الصواريخ باتجاه القواعد الامريكية دون ان تحقق اصابات تذكر ومع ذلك التزمت واشنطن الصمت طوال تلك الفترة لكن شيئا ما يبدو قد تغير على صعيد الاحداث لاول مرة منذ الحرب الصهيونية على غزة القوات الامريكية تستهدف شاحنة لميليشيا حزب الله غربي بغداد وتقتل احد عناصرها ثم تعود لتقصف مرة اخرى مقرات للميليشيات في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل مخلفة قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحشد يفسر مراقبون سبب الرد الامريكي المفاجئ بانه مرتبط بوقوع جرحى في صفوف القوات الامريكية في اخر قصف شنته الميليشيات على القواعد الامريكية مصادر صحفية كشفت ان غضبا تصعد في البنتاجون على ازدياد هجمات وكلاء ايران على القواعد الامريكية وتجاوزها الحد المسموح به لذلك لا بد من اطلاق ضربات جوية تأديبية ورادعة الحد المسموح به للميليشيات سبق وان اشار اليه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب استغلال الازمات سياسة يتقنها النظام الايراني بشكل جيد وبفضلها تمكن من مد اذرعه في المنطقة واشاعة الفوضى في اكثر الدول التي يخشى الاحتلال الصهيوني قوتها واستقرارها